لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة نهارده شفنا منتخبنا الأولمبي بيلعب وكأنه ما بيلعبش سافر فرنسا وكأنه ما سافرش لعيبة موجودة في الملعب وكأنها مش موجودة في الملعب نجوم وأسماء موجودة وللأسف لكنها مش موجودة تحس أن المنتخب مش ده منتخب مصر مش ده المنتخب اللي يتقلع عليه منتخب مصر مع احترامي للجميع كرة تطورت كل حاجة اتغيرت باللعب جمهورية الدومينيكان مفروض 3 نقاط يريحوك مضمونين أنت تتغلب النهاردة تتغلب النهاردة شفنا المنتخبات العربية انتخب المغرب بيفوز على الأرجنتين انتخب العراء بيفوز على أوكرانيا حاجة جميلة حماس وعارفين يعني قيمة الموقف لكن متعرفش هل مثلا فرنسا دي الناس راح تتفسح منحة يعني حاجة كده تروحين تمثلوا مصر ده تمثيل لا يليق باسم مصر ممكن انت تقدل عليك ونقولك هارد لك مفيش توفيق لكن ما تكلمش عن نتيجة انا بتكلم عن الأداء أداء لا يرتقي باسم منتخب مصر وقصاد مين؟ جمهورية الدومينيكان فيه فروق شاسعة في الريتنج وفي الاسم وفي التاريخ وفي حاجات كتير جدا والأول مرة شوف منتخب بيروح الالومبياد بيلعب بهذا الشكل بهذه الرعونة مفيش طاقة مش اي حاجة مفيش تناسك تحس ان منتخب رايح حاطت الشمعات من قبل ما يطلع آه عما يحصل هنقول ده مدوناش ومعملوناش ومفيش لعيبة جت اللي ضافه احمد سيد زيزو المنتخب مصر اللي ضافه النني المنتخب مصر مفيش اي فارق خالص مفيش اي داقلم مفيش اي حافز مفيش اي روح مفيش حاجة خالص صدق او لا تصدق ان اللي كان بيلعب النهاردة ولابس تشيرت منتخب مصر هو منتخب مصر الولمبي تحاد كرة ضعيف جدا نحنا يوصل بنا الحال الكابتن محمد بركات هناك والاستاذ جمال علام هناك والدنيا كلها هناك عندنا تحاد كرة وعندنا ربطة وعندنا لجنة مسابقات وعندنا لجنة تظلمات عندنا حاجات كتير جدا لكن فين منتخب مصر فين صرعات وخناقات اداء مفيش اه ممكن الاداء في البداية بيكون يعني لسه الناس بتاخد على بعضها بس مش نمطش ده سنتين ونص مع بعض ومطشين قبل الاولمبياد مين هيحاسب مين هيتكلم مين هيقول كل واحد بلعب لوحده تحس ان كل واحد بلعب لإسمه كل واحد طالع لغرض ما في دماغه على اي اساس تم اختيار النني على اي اساس تم اختيار زيزو مع احترام للجميع اسماء كبيرة وحاجة رائعة بس المفروض انت بتختار مين اللي عايز يدي احتياجاتك ايه احنا شفنا انتخب المغرب حكيمي موجود مين باريس سان جيرمان ها سوفيان رحيمي نجم العين الاماراتي احنا ايه فين بتاخد ناس مؤثرة معاك ان شاء الله لو هتاخد من زد ان شاء الله لو هتاخد من سراميكا ان شاء الله لو هتاخد انت مركز مع الاهل والزمالك والاسماء وبرمز اهدي ابراهيم عادل اللي الدنيا قعدة وقايم عليه ابراهيم عادل هيغيب على المباراة برمز ابراهيم عادل مايلعبش المباراة ابراهيم عادل هيحترف بعد الاولمبيات ابراهيم عادل ولا حاجة خالص في الكرة ولا حاجة خالص ولا حاجة خالص فيش تعال بقى وريني نفسك مع المنتخب مفيش خالص مش حاجة خالص ولا تاكتك ولا لعب ولا نظام في الملعب ولا ولا اي حاجة وتتغلب النهاردة عادي جدا نجم المباراة حمزة علاء حاجة تكسف بجد وحاجة مش مبشرة ثلاث نقاط عشان ممكن تتعادل مع أسباكستان هقول ماشي تتعادل مع أسبانيا هقول ماشي لكن سيبك من كده مفيش أداء في الملعب مفيش روح يعني تحس ان التباعات مش جيدة التحضير في كل حاجة مش كويس مفيش تحضير محدش بيجهز حد جماعة انت راحين أولمبياد تعابوا باسمه انتخب مصر ناشيد وطني بيعزف الناس بتعيط الناس بتنزل تموت نفسها مش حاجة خالص ما شفناش الكلام ده حتى الكبار اللي موجودين تحس ان هم في دنيا تانية لكنهم ملعبوش كرة قبل كده يعني لموا الولاد الصغيرين يتكلموا معاهم مفيش مش حاجة خالص ما شفناش حاجة طيب في البداية برحب الديوف